دكتور أحمر طيب شيخ الأزهر طالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث أنه يعطي الفتاة التي أجبرت على الزواج أن ترفع أمرها إلى القاضي وعلى القاضي استنادا لأحكام الشريعة أن يحمي هؤلاء الفتيات شيخ الأزهر قال أنه لا تزال هناك حتى الآن زيجات كثيرة تتم على جثة الفتاة ومثل هذه الزيجات ليست زواجا لا يعد زواجا وإنما هي عملية بيع وشراء للأثرياء وكأنه سوق رقيق لذلك يجب أن يتدخل القانون بسرعة ليغلق هذا الباب لأنه يسيء لسمعة البلاد والعباد شيخ الأزهر قال كمان أن الفتاة لا تجبر شرعا ولا دينا على الزواج ممن لا تريده ونصح شيخ الأزهر الفتاة التي يقعنا تحت ضغوط معينة من الأسرة لتتزوج من شخص معين كابن عمها أو من رجل ثري أن يعالجنا الأمر بالحكمة والحوار والإقناع قطاع